طبعا برضو الفترة انا قلتلكو اللي فاتت كان جاي عروض كتير من الامارات لامام عشور وعروض ضخمة نادي الاهلي رفض تماما ان هو حتى يشوف العروض دي او يدرسها او كده قالك موضوع امام عشور منتهي امام عشور قاعد فيه النادي الاهلي عمر الساعي الاهلي مركز فيه بشكل كبير جد عشان يكون لعيب مهم في نص الملعب ان الكولر قالك هتقولي محمد علي بالرمضان التونسي لو معرفتوش تجبوه هتقولي السيئة عمر الساعي لعب الاسماعيل يعني دي الاخبار المهمة في الاهلي وفي الزمالك الناس طبعا كلها بتحتمى بالاهلي والزمالك هنجيب بقى النهاردة لازم نحتمى بقى بالمصري والاسماعيلي وزيد وبيراميدز هنجيب لكم مشوار الفرق دي كلها في بطولة الكاس لغاية ما وصلوا للدور قبل النهائي ونقول لكم نكمل لكم بس بعض الاخبار مستر كولر هيعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل لبدء او قيادة الاهلي فترة الاعداد الاهلي بيحاول يقنع احمد قندوسي بالانتقال لزيد لحل ازمة قائمة الاجانب الاهلي عنده اجانب كتير احمد عاطف يدخل دائرة اهتمامات الاهلي في الانتقالات الصيفية كان فيه كلام برضو طالع ان الاهلي حيجيب اسامة فيصل لعب البنك الاهلي لا يعني ان انا عرفته ان كولر قالك لا انا عايز مهاجم بمواصفات اخرى عايز مهاجم اجنبي بمواصفات اخرى فاسامة فيصل مش هينتقل الاهلي من البنك الاهلي كان فيه كلام عليه فعلا لكن كولر انا عرفته يعني من داخل الاهلي ان كولر قالك عايز مهاجم بمواصفات اخرى الاهلي يتعاقد مع اسراء الساقة لتدعيم فريق الكرة النسائية اسراء الساقة دي حارسة مرمى والاهلي تعاقد معها عشان تشارك مع النادي الاهلي السنة الجاية في فريق الكرة النسائية وزي ما قلت لكم برح ان اتعاملت القرعة بتاعت دوري الكرة النسائية واول اسبوع الاهلي هلعب الزمالك الاسبوع الاول في الكرة النسائية دي اسراء الساقة حارسة الاهلي الجديدة ما شاء الله طويلة وشكلها يعني حارسة مرمى مميزة نتمنى لها التوفيق وحنبدأ السنة الجاي بقى نركز على دوري الكرة النسائية ان كل فرق يعني عاملة فرق جامدة ومتعقدين مع لعبات اجانب ويعني عاملين شغل جامد جدا الاهلي احنا قلت لكم حيواجه جورماهيا الكيني في دوري ابطال افريقيا في دوري الاتنين وثلاثين وبيراميس حيلعب مع الجيش الرواندي فالاهلي بيرحب باستضافة المطشين بتوع جورماهيا بدل ما يسافر كينيا يلعب مباراة الزهاب ويرجع القاهرة العودة فبيحاول ادارة النادي الاهلي تتفق مع نادي جورماهيا الكيني ان هم يلعبوا المطشين هنا في مصر كيني زمان كان فريق قوي جدا دلوقتي يعني خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل لكن جورماهيا زمان كان فرقة جامدة في الفترة التمانينات والتسعينات كان من الفرق القوية في قارة افريقيا لكن بدأ يرجع هو بيشارك في دوري ابطال افريقي فخلينا نشوف ادارة الاهلي هتنجح فعلا ان هي تتفق مع ادارة جورماهيا ان هم يلعبوا المطشين هنا ولا الاهلي هيلعب مطش هنا ومطش في كينيا المطش طبعا يوم الجولة الاولى في دوري الاتين وثلاثين هتبقى احد ايام 13-14-15 سبتمبر